طب ما تيجوا نشوف انه في حاجة حصلت ليام دي ملفتة جدا للنظر كأنه اللي أنا هقراه على حضراتكو ده بيرد على كنت لسه بحكيهولكو وعشان كده بقول اللي ما يشوفش من الغربال يبقى أعمل فيه رسائل شكر لمصر رسائل شكر لمصر الكذا يوم اللي فاتوا ليه؟ لأن مصر تدعم تدعم تساند تؤيد تحمي لأن مصر بتعمل دور وطني وقومي عظيم لأن مصر راسخة على مبدأها الرئيس الفلسطيني محمود عباس كان في زيارة لمصر وقال أنه بيشكر مصر على كل مواقفها وأعرب عن التقدير الكبير لدور مصر المساند والداعم للقضية الفلسطينية تاريخيا وحتى اللحظة الراهنة وقال أن هذا الدور تبزل فيه مصر جهودا كبيرة ودقوبة على جميع المستويات لحقن دماء الشعب الفلسطيني ودعم مساعي للحصول على حقوق المشروعة أهو وشاهد شاهد من أهليه أهو وزي ما بنقول تاني واللي ما يشوفش من الغربال يبقى أعمى الرئيس محمود عباس بيذكر مصر هي مصر بتستقبل هذه الرسائل والشكر بمحبة يعني إحنا بنقرأ لحضرتكم عشان نبقى كلنا شايفين الدور المصري وشايفين الدنيا شايفة الدور المصري إزاي يقوم لما يطلع كلام كده طالع معرفش من هنا ولا من هنا على موقع مجهول ولا أهل الشر ولا معرفش إيه ما نحطش للكلام ده مقاس الولايات المتحدة شكرت مصر على استقبالها المساعدات من دول العالم وإدخالها إلى قطاع غزة وأضاف المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية خلال مدخلة لقناة القاهرة الإخبارية أن الرئيسين المصري عفتاح السيسي والفلسطيني محمود عباس أكد بشكل واضح رفضهم للتهجير القصري للفلسطينيين أضاف المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية أنه لابد من الحوار مع الحلفاء حول المنطقة كمان الرئيس السومالي هنا بقى الرئيس السومالي بيوجه شكر لمصر على دعمها للسومال والرئيس السومالي كمان وكالة الأنباء السومالية كانت قالت أن الرئيس السومالي قد تلقى دعوة لزيارة رسمية لمصر وزير خارجية ألمانيا أعرب عن ساعته بزيارة العاصمة الإدارية هو كان وأحذر من اتساع رقعة الصراح والصراع وقال يجب وضع حد للمعاناة الإنسانية وزيرة خارجية ألمانيا كمان قالت في مؤتمر صحفي مع الوزير سامح شكري أنها تشيد بدور مصر المحوري تجاه ما يحدث في الأراضي الفلسطينية المحتلة كمان الأونروا كشف مدير العمليات بوكالة الأمم المتحدة للإغاثة الأونروا عن حجم المعاناة الكبير للشعب الفلسطيني في قطاع غزة وأشاد بدور مصر المحوري بقرلكم الكلام دا ليه؟ احنا على فكرة كلنا عارفينه وكلنا شايفينه وكلنا متابعينه بس ساعات لما بنرس الحاجات جنب بعض زي كده لعب الأطفال لما نكون بنركب البازل لما بنرس الحاجات جنب بعض بتباني الصورة الكبيرة الصورة الكبيرة أن مصر كان ليها موقف كان ومازالة وستظل ليها موقف داعم للقضية الفلسطينية وضد تصفيتها وضد التهجير القصري للفلسطينيين وضد أي ومع حل الدولتين على حدود الرابع من يونيو 67 عاصمتها القدس الشرقية وإمنوا دا متشاف ومتقدر متشاف ومتقدر من أصحاب القضية من الناس اللي بتقف على المحو على المعبر تعدي لمصر الأرض النجاح طيب نطلع فاصل ونرجع نكمل فقرات بقية حلقتنا مع بعض بادو فاصل